اهلا بكم مع ازاي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص ماركة طلابي طلاب الصف الاول تخصص او فني او برنامج فني صيانة واصلاح السيارات وفني صيانة واصلاح المعدات التقيلة والديزل النهاردة موعدنا مع حلقة جديدة في وحدة التشغيل الاساسية او عمليات التشغيل الاساسية اتكلمنا في حلقات سابقة عن الوحدة والمخرجات بتاعتها والمعايير وازاي بنتقيم وازاي بنشتغل منظومة الجدارات وعرفنا ان منظومة الجدارات او التعليم بنظام او القائم على الجدارات بيختلف عن التعليم الفني العادي في حاجات كتير جدا منها ربط سوء العمل بالعملية التعليمية يعني منظومة الجدارات جت علشان تربط سوء العمل بالعملية التعليمية المناهج او العلوم اللي حضرتك هتدرسها ليها علاقة بسوء العمل فما بقاش في الفجوة الكبيرة بتاعت زمان بقت تقريبا ما فيش فجوات الميزة بتاعتها كمان في منظومة الجدارات ان على طول في قضيت او في تحديث للوحدات اللي حضرتك بتدرسها او بتتعلمها او المهارات اللي انت بتكتسب حسب متطلبات سوء العمل يعني لو سوء العمل قال في برنامج فن سيانة واصلاح السيارات او ديزل ومعدات تقيلة ان احنا ما عدناش بنشتغل بالكربيرتير والنهار ده بقينا بنشتغل بانجيكشن فخلاص ما عدتش تكلمني عن المنظومة بتاعت توريد الوقود بشكل الكربيرتير او بنظام الكربيرتير فاحنا خلاص بنشيل الحتة دي او الجزء ده من الوحدة ونشتغل على اخر شيء موجود في سوق العمل فدي منظومة الجدرات لها مميزات كتيرة جدا يكفي انك تعرف ان انت كده مجهز لسوق العمل على اخر شيء اخر ما وصل اليه العلم تقريبا تقريبا في المجال بتاعك او البرنامج بتاعك وعرفنا طبعا ان الوحدة هي جزء من برنامج البرنامج ده بيكون فيه عدة وحدات فاحنا في سنة اولى بندرس عدة وحدات منهم وحدة العمليات الاساسية عمليات التشغيل الاساسية وتكلمنا الحلقات السابقة عن العمليات الاساسية اللي احنا هنشتغلها اللي هي منها الشنكرة والبرادة والنشر والالووز كمان الثقب والتخويش حاجات كتير جدا ومن ضمن العمليات اللي احنا هنعملها برضو ان احنا لازم نتعلم مهارة القياس قياس الابعاد سواء داخلية او خارجية فاحنا النهاردة طبعا بنتكلم عن الشق المعرفي طبعا المهارات هي او الجدارة هي مهارة الاول ثم معرفة وبعدين سلوك يعني التلاتة كده مع بعض بنسميهم فني جدير لازم تكون ملم بالتلاتة مع بعض ما ينفعش تاخد مهارة وما عندكش معرفة او تاخد مهارة ومعرفة وما عندكش السلوك المهنة او البرنامج بتاعك ليه سلوكيات معينة واخلاقيات معينة والمهارة اللي انت هتكتسبها دي ليها سلوكيات خاصة بيها كمان فلازم نكون ملمين ومكتسبين التلات حاجات دول مع بعض ميكس كده ونقول عليهم الجدارة او الكمبتنس او الجدارات طيب اه طبعا عشان نلحق نتكلم النهاردة احنا النهاردة جاهزين وجايين بقى نقيس وجايبين حاجات نقيس بيها منها القدمة زهت الورانية والمايكروميتر فتعالوا بينا نبدأ الحلقة ونتكلم عن مخرجات الوحدة فتعالوا نشوف اول حاجة عندي في مخرجات الوحدة مخرجات الوحدة بيقول لي ينفذ عمليات القياس او المخرج عندي عمليات القياس والشنكرة لتمرين الصاج والحديد يبقى اول مخرج عندنا ان احنا ننفذ عمليات القياس اه عمليات القياس لتمرين الصاج والحديد المخرج التاني كان ينفذ عمليات التزنيب والقص والبرشمى ان احنا نعمل زنب وبعدين نقص صاج والبرشمة ده لتمرين الايه الصاج. ده ده خاص. المخرج التاني ده خاص بالصاج. المخرج التالت ينفذ عمليات النشر والبرض لآآ تمرين الحديد. المخرج رقم اربعة بيقول لي ينفذ عمليات الثقب والتخويش والالوزة لتمرين الحديد. احنا عندنا تمرين واحد صاج واحد حديد. ينفذ عمليات آآ التقشير السلك وتزبيت الترامل ولحام القصدير لتمرين السلك. طبعا هنشتغل هنا في الكهرباء فازاي نقشر سلك ونوصله نلحمه بالقصدير. آخر مخرج عندي وده المخرج الاساسي في كل الوحدات ده موجود في كل الوحدات ولازم نعمله ويا ريت ما تخليش المهندس او حضرتك اللي تعمل المخرج ده لوحدك وكون صادق مع نفسك ايه نقاط القوة ونقاط الضعف وايه النقاط اللي محتاجة تحسسين كل ده بتعمله انت من نفسك ما تخليش حد يساعدك فيه. كون صادق مع نفسك عشان تحسن من ادائك وتوصل لمرحلة انك تكون جديد. فالمخرج الاخير ده مخرج بيتكرر في كل الوحدات وهو يقيم ادائه الشخصي ويخطط لتحسينه. لازم تكون حريص على النقطة دي. تعالوا بقى نعرف معايير الاداء. معايير الاداء بتاعة كل مخرج. اول مخرج عندي كان اه معيار الاداء بتاع كان المخرج كان اسمه ينفذ عمليات القياس اه عمليات القياس والشنكرة لتمرين الصاج والحديد. اول معيار عندي يقيس الابعاد وده اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة بامري لا يقيس الابعاد والاقطار وفقا للوحدات الدولية واحنا اخدنا في الحلقات السابقة الوحدات الدولية بتاعتي اه لي اه اه عمليات القياس. تاني معيار بيقول لي ينفذ عمليات الشنكرة وفقا لمخطط التمرين المراد تنفيذه وقواعد السلامة والصحة المهنية. تالت معيار يراجع القياسات بعد الشنكرة بعد ما عملت عمليات الشنكرة وفقا للنموذج المعطاء اللي جاي لك في دليل المعلم. طيب احنا لما نخلص المخرج ده هنتقيم هنتقيم من خلال حاجتين عندنا مرفقين. المرفق ده بعد ما نتقيم بيه بنسميه دليل تعلم وبندخله في البرتوفوليو او ملف الانجاز بتاعنا. واحنا طبعا بنحط في ملف الانجاز بتاعنا حاجات يعني بلاش تزود وتعمل صور وتحط ابحاس البرتوفوليو بتاعك او ملف الانجاز بتاعك مش بيتحط فيه غير ادلة التعلم فقط الاساسية اللي موجودة في دليل المعلم. لكن ما تخطش اي ولق تاني لابحاس ولا اي شيء لو عايز تعمل لو المهندس طالب منك انشطة يقدر المهندس يحتفظ بيه الانشطة الزيادة دي في ملف تاني عنده خاص بيكم خاص بالمجموعة بتاعت الطلبة لكن انا عندي اللي هيتحط فيه ملف الانجاز بتاعك هي ادلة التعلم فقط الاساسية اللي موجودة. طيب في بعض الحاجات زي مسلا احنا لازم نتصور واحنا بنشتغل هنتصور فيديو ده اسمه دليل داعم هنتصور فيديو ونشيله على فلاشة للمجموعة بالكامل او لو حضرتك حابب تجيب لنفسك فدي ما فهاش اي مشكلة وده بنسميه دليل داعم طبعا بيكون عليه درجات في التقييم النهائي بعد التلات سنوات طيب تعالوا بقى بينا نعرف ادلة او المرفقات اللي احنا هنتقيم بها في المخرج دا. عندي حاجتين اول حاجة بيقول لي دليل اداء اللي هو حرف الاو دا اللي هي بيكون من بطاقة ملاحظة. اه وتاني حاجة عندي هتكون اه وهوريكو بطاقة الملاحظة دلوقتي حالا هنشوف ها اهيت. وعنده مرفق تاني كمان. هنعمله ب اه هنوريكو شكله دلوقتي حال. اه المعيار الاولاني اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة هي ان يقيس الطالب الابعاد والاقطار وفقا للوحدات الدولية. ده شكل بطاقة الملاحظة بتاعتي. شكل بطاقة الملاحظة بتاعتي. وكمان من حقك انك تشوف البنود عادي جدا. انا هتقيم على ايه فاببعرفها عادي جدا علشان ما اعشي في اي خطأ. دي اول بطاقة ملاحظة للمرفق للمخرج الاولاني. والبطاقة التانية برضو بطاقة الملاحظة اهيت لنفس المخرج بس بيبين لك يعني هيئيس عندك بعض المهارات. هنا التقييم بيتم لقياس المهارات. اللي سكيلز اللي حضرتك اكتسبتها خلال الوحدة دي. فاحنا مثلا انك تقدر ترسم خطوط اه الشنكرة اه او انك ترسم خطوط الشنكرة الداخلية كمان. يعني الخارجية والداخلية. وتعمل العمليات الاساسية دي. فدي اللي احنا هنقسها. تعالوا بينا بقى نبدأ نشتغل على البوكوليز او الادمة ذات الورانية. الادمة ذات الورانية او البوكوليز مهمتها ان هي بتقيس الاقطار الداخلية والخارجية والاعمال. بتقيس ثلاث حاجات. والدقة وهي بتصنع طبعا من الصلب. والدقة بتاعتها بتكون يا اما واحد على عشرة او واحد على عشرين او واحد على خمسين من الملي متر. يعني بياخد الملي متر يقسموا العشر اجزاء فيبقى واحد من عشرة. الكسر عندي هنا هيبقى واحد من عشرة من المية اه واحد على عشرة من الملي متر او واحد على عشرين لو انا هقسم الملي متر الى عشرين جزء او واحد على خمسين لو انا هقسم الملي متر بتاعي الى خمسين جزء. طيب تعالوا نعرف شكل الادم ذات الورانية الاول ونبص على القدم ذات الورانية اللي موجودة معنا واحنا جايبينها النهاردة عشان كمان نتعلم ازاي بيتم عملية القياس. لو احنا شايفين ده شكل القدم ذات الورانية وقلنا ان هي بتصنع من الصلم. تعالوا نعرف الاجزاء بتاعتها. آآ طبعا انا عندي فك سابت وفك متحرك. الفك اللي قدامي ده ده فك متحرك. ودي الورانية اما الفك السابت اللي هو ده مع المصطرة بتاعته. تمام? ازا دي الفك المتحرك بيتحرك مع الورانية اللي هي هتقيس او الاعماق. وبعدين ده اللي هيقيس الاقطار الداخلية اللي فوق زي ما احنا شايفين. ده هيقيس الاقطار الداخلية. اما ده هيقيس الاقطار الخارجية. يعني انا اقدر لو معايا قلم زي ده ومعايا قدم ذات ورانية فانا هيئيس الكطر الخارجي للقلم زي ما احنا شايفين كده في اقدر كمان ائيس الكطر الداخلي للباسة بتاعته تمام و اقدر ائيس الدبس او العمق بتاعي من خلال الورانية للباسة نفسها زي ما احنا بنشوف كده تمام ازا هو هيئيس اكتار خارجية او القدمة الورانية دي هتقيس اكتار خارجية واكتار داخلية واعماق. طيب وازاي بتشتغل? تعالوا الاول نعرف الاجزاء بتاعتها. قلنا الفك السابت ده الشكل بتاعه. ده الفك السابت اهو بالمسترة بتاعته دي سابتة. وبعدين الفك المتحرك. والفك المتحرك احنا عاملين له هنا او المصنع عامل له هنا سمولة او زي مصمار كده. بحيث ان انا عملت الشغلة بتاعتي وهتحرك فممكن يحصل اي تغيير في القياس بتاعي فكل اللي انا هعمله ان انا هربط من هنا. فخلاص الفك المتحرك مش هيتحرك معي لان انا ربطت وسبتت وخلاص. طب عايزة احركه خلصت الكراءة بتاعتي وعايزة احركه تاني عشان اخد كراءة جديدة. فكل اللي انا هعمله ان انا هفك فده هيتحرك معاي عادي. كمان فيه زي يد او سقاطة تحت هنا كده. اهي دي اللي بتعمل بتخليه للفك بضغط عليها عشان الفك المتحرك يبقى سهل الحركة معايا. ودي الورانية اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتقيس الاعمق زي ما احنا شايفين اهي دي اللي بتقيس الاعمق وقلنا ان ده الفك اللي بيقيس الاقطار الداخلية اما ده الفك اللي بيقيس الاقطار الخارجي طيب هنعرف كل حاجة وازاي بيقيس لكن تعالوا نعرف اجزاء القدمة بشكل برضو علم تعالوا بينا نكمل ونقول احنا دلوقتي بنتكلم عن الجانب المعرفي للقدمة ذات الورانية او البوكوليز في سوق العمل اسمها البوكوليز عشان ما يباش المسمة غريبة عليها وقلنا ان الدقة بتاعتها بتبقى يعني حسب الادمة اللي معايا ممكن تكون واحد على عشرة او واحد على عشرين او واحد على تلاتين بيقولي القدمة ذات الورانية لقياس الابعاد الداخلية والخارجية والاعمق وهي ذات الورانية عبارة عن جهاز لقياس دقيق لكنه مش دقيق بدقة المايكروميتر اللي احنا برضو جايبينه وقلنا ان المليمتر بيتقسم الى عدة اجزاء حسب الدقة بتاعته وكمان قال لي ان الورانية دي عبارة عن 9 سنتيمتر لو هو عايز اعملها بطول معين طبعا بتختلف القدمة ذات الورانية من نوع الاخر يعني ممكن يلاقي بوكوليز او قدمة ذات ورانية بحجم اكبر من دي بكتير عشان تقيس اكتار اكبر واعماق واكتار داخلية كمان اكبر من اللي احنا شفناها دلوقتي طيب تعالوا نشوف شكل القدمة ذات الورانية ودي الصورة بتاعتها ده فك قياس الاكتار الداخل الخارجية اللي هو فوق اللي احنا شايفينه قدامنا ده ده للاكتار اللي الموز بيتحرك عليه ده للاكتار ايه الداخلي اما فكي القياس الخارجي ده وده بيقيس الاكتار الخارجية هيقيس من هنا والورانية زي ما احنا اوصاق القياس الاعماق اللي هي الورانية زي ما احنا شايفين وبعدين عندي تدريج ثابت على المصطرة اللي هي السبتة دي المصطرة السبتة وده مصمار التزبيت المنزلج زي ما احنا قلنا ودي الصقاط اللي احنا شفناها دلوقتي عشان احرك بيها القدمة زات او الفك المتحرك هنا بتشتغل بيه بتبقى طبعا القدمة زات الورانية ممكن تكون شغلة بالبوصة او بيه السنتيمتر وبعدين نقسم الملي متر الى عشر اجزاء ايا كان حسب الدقة بتاعتي بيكون التدريج بتاعي موجود على الفك المتحرك زي ما احنا شايفين ده نوع من انواع القدمات لان فيه انواع تانية طبعا كتير طيب تعالوا نكمل بيقول لي الخطوات التي تتبع لقراءة طول ما على القدمة زات الورانية بيقول لي اول نقطة يقرأ يقرأ العدد الصحيح من اقسام المصطرة الموجودة شمال على شمال الصفر اللي هي موجودة على الورانية وكذا المليمترات الكاملة هنشوفها دلوقتي ازاي بنقرأ وهنشوف صور ليه يلاحظ خط تدريج المصطرة وخط تدريج الورانية والمنطبقين في حالة يعني انا لو عندي اه نقطتين او شرطتين مش منطبقين على بعض ببص على الورانية وشوف الشورة المنطبقة فاقدر اخد الرقم اللي هو كسر من الملي يعني جزء من الملي باخده من الفك المتحرك اما الفك السابت باخد منه قراءة القراءة الصحيح تعالوا نبص على اللي احنا هنعمله دلوقتي لو انا عندي دي المصطرة اللي هي عليها التدريج اه بتاعي وده كان الفك السابت لو بدأنا من هنا وكان ده زيرو هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين الخمسة تمام وبعدين واحد اتنين تلاتة مثلا وكان الفك المتحرك جاي قبل الشرطة التالتة يعني ده هنا كده الفك المتحرك اللي على القدم طيب انا دلوقتي اقدر اقول سبعة وكام ما اقدرش اقول سبعة وكام فانا هكتب سبعة ده الرقم الصحيح وبعدين اعمل علامة وابدأ اشوف الخط المنطبق طبعا التدريج هنا او الشرط هنا بينها ظهر مع بعضها على الفك السابت والفك المتحرك برضو بيكون بين فاشوف الشرطة اللي ظهرت معايا متطبقة مع الفك السابت والفك المتحرك واكتب الرقم يعني لو كان ده رقم تسعة تبقى سبعة مثلا وتسعة من عشرة من الملي متر تمام يا شباب يبقى انا بشوف تطابق الخط او الشرطة بتاعة الفك المتحرك مع الفك او الورانية مع المصطرة او الفك السابت اشوف الرقم اللي ظهر معايا وبكتبه بعد العلامة وهنشوف صور دلوقتي للعمليات دي وازاي بتتم القراءة هنبينها دلوقتي حالي طيب تعالوا نشوف ازاي نحافظ بقى على القدمة على دقة القدمة والقياس السليم يجب آآ آآ مراعاة النقاط التالية اول حاجة يجب وضع القدمة في الجراب بتاعها يعني انا بعد ما خلص القراءة بتاعتي لازم احط القدمة في الجراب بتاعه ده وطبعا بيكون شكل القدم شكل الجراب وممكن يكون مصنوع من الخشب ايا كان لكن انا لازم بعد ما اقفل القدمة بتاعتي بعد ما انا اضافها ويحافظ عليها وحطها في الجراب بتاعه لو هو بيكون مصنوع من الجلد زي ما احنا شايفين. ونبدأ نقفل القدمة ونحافظ عليها في مكان. ده بعد ما انا خلصت عملية القياس بتاعتي. فبعمل لها عملية تنظيف ورجعها كما كانت. وابدأ احافظ عليها. علشان ده هيأثر على القدمة ذات الورانية او الدقة بتاعتها. دي اول نقطة. النقطة التانية بيقول لي يجب معايرة. يجب معايرة واختبار القدمة خلال فترات معينة لضبطها او استبعاد التالف منها. يعني كل فترة لازم نعمل معايرة او للقدمة بتاعتي القدمة ذات الورانية عشان نشوف نسبة الخطأ فيها وصلت لكام. ده لو كان نسبة الخطأ تعدت الحدود المسموح بيها في الحالة دي انا محتاج اغير القدمة او ما عادش ينفع اعمل بيها قراءات. او على الاقل اخد في الاعتبار دي ودي بتيجي بالخبرة اخد في الاعتبار الخطأ بتاعي. يعني لو انا عرفت ان الخطأ بتاع القدمة دي وصل لملي متر فانا بقيس اي قطر طبعا احنا مش بنعتمد على القدمة ذات الورانية في العمليات المهمة. العمليات المهمة انا هستخدم فيها مايكروميتر لو انا يعني هعمل عملية قياس واحدد منها مثلا ان انا محتاج اخرط عمود كرانكة او شيء فانا بستخدم القدمة لتحديد بس المايكروميتر اللي انا هستخدمه. طيب تعالوا نكمل بيقول لي تحفظ بعيدا عن مصادر الحرارة حتى لا تتأثر بدرجة دقتها. يعني كمان انا بحفظ القدمة بعيد عن اي مصدر حراري علشان ما تتأثرش بدرجة الحرارة. وبالتالي الدقة بتاعتها هتكون غير منضبطة. ليه? لان طبعا احنا عارفين ان المعادن بتتأثر بالحرارة فيحصل تمدد. فحضرتك لو كنت ماسك المايكروميتر او حاطة القدمة ذات الورانية او المايكروميتر في مكان درجة حرارة مرتفعة. وليكن مثلا فوق اه اه مكان او في مكان فيه درجة حرارة مرتفعة. وخطي الجهاز وروح تتشتغل به. في الحالة دي هيحصل تمدد لاجزاء القدمة ذات الورانية وبالتالي هتديني نسبة خطأ كبيرة او هتديني كراءة غير مزبوطة او غير دقيقة. فلازم نحافظ على القدمة ذات الورانية او اجهزة القياس بشكل عام. نحافظ عليها في مكان ودرجة حرارته طبيعية بقدر المستطاع مدام حضرتك محتاج دقة عالية. يعني حسب كمان العملية اللي انت هتشتغل فيها. في بعض العمليات اللي احنا هنشتغل فيها مش بتحتاج دقة عالية جدا. ورغم ذلك لازم نحافظ على القدمة او نحافظ على اجهزة القياس في مكان علشان ما يحصلش تغير داخلي كمان ليها وتبدأ يحصل فيها اخطاء وده اللي بيسبب اخطاء في دقة القياس. تعالوا نشوف اه القدمة بيقول لي لا تستخدم القدمة في القياس اثناء حركة او دوران الشغلة. يعني لو انا بشتغل او هاخد قراءة بتاعتي على اه جزء داير زي مثلا ركب كرسي عمود الكرانك او ركبة او اي جزء داير في حركة ما ينفعش اقيس بالقدمة ذات الورانية او المايكروميتر على جزء متحرك لان ده هيأثر على القراءة بتاعتي وهيبدأ ياكل من الفكين بتوع القدمة ذات الورانية سواء الداخلية او الخارجية فيبدأ ياكل فيها وبالتالي عفوا نسبة الخطأ هتكون كبيرة لان بدأ ياكل جزء انت دلوقتي بتخلي جزء متحرك بجزء سابت بيقف او بيحتكب جزء متحرك. فالجزء المتحرك هيبدأ ياكل في فكي القدمة او المايكروميتر وبالتالي نسبة الخطأ بتاعتك هتزيد وهتبدأ تكبر فلازم نحافظ على المايكروميتر او القدمة او اجهزة القياس ومنقس بيها اي جزء متحرك لازم يكون الجزء سابت. طب تعالوا نعرف النقطة ركام خمسة بيقول لي يجب عدم تعرض القدمة للصدمة. حاول تحافظ على القدمة ان هي ما تقعش من مكان مرتفع فتعرض لصدمة او خبطات. وكمان نفس الشيء بالنسبة لمايكروميتر او انك تمسكها بعدم اهتمام فتتخبط منك في جزء اي جزء وانت ماشي في الورشة او المكان اللي حضرتك شغال فيه. ده هيأثر على الدقة بتاعته. النقطة رقم ستة بيقول لي يجب قبل بدء عملية القياس تأكد من انتباق. صفر الورانية مع صفر المسترة وذلك وذلك في حالة انتباق الفكين. يعني لو انا قافل القدمة ذات الورانية تعالوا نشوف ده على القدمة نفسها. انا معايا قدمة ذات الورانية هي انا قافل القدمة بشكل تان. فالمفروض ان الورانية كمان الفك قياس الاعماق مش ظاهر عندي هنا. الحاجة التانية ان انا قافل الاتنين بشكل محكم. الحاجة التالتة ان انا لازم اتأكد من صفر الورانية منطبق مع صفر الفك السابت او صفر القدمة نفسه. لو الاتنين منطبقين على بعض يبقى انا ما عنديش نسبة خطأ هنا. طب لو متقدم عن القدمة عن صفر القدمة في الحالة دي برضو في نسبة خطأ. لو متأخر عن صفر القدمة في نسبة خطأ. يبقى لازم نتأكد ان صفر الورانية لو احنا هنشوف صور لها دلوقتي برضو علشان اه تبان اكتر لان الكاميرا مش قادرة تجيبها بشكل اضاق. اه اه هنا انا عندي صفر على الورانية فوق. وصفر على القدمة نفسها. الخطين او الشرطتين بتاعهم لازم يكونوا منطبقين على بعض بالزرق. في الحالة دي انا بعمل عملية او بعمل عملية معايرة. حضرتك لو الصفر بتاع الورانية متقدم يعني سابق او جي جهة الفك السابت. سابق الصفر بتاع القدمة نفسه. يبقى انا عندي هنا نسبة خطأ كبيرة جدا. اه لي على القدمة. ونفس الشيء لو متأخر ده فيها نسبة خطأ. حسب فانا كل فترة لازم اعمل لها او لازم اعمل لها عملية معايرة علشان اتأكد من نسبة الاخطاء في القدمة ذات الورانية. لو هي تجاوزة الحدود المسموح بيها في الحالة دي انا مش هاعتمد القياسات بتاعتها او مش هينفع اشتغل بالقدمة دي. وابدأ اشتري قدمة تانية. تعالوا نشوف شكل القدمة وهي بتقيس بعض الاجزاء او الاشكال اللي انا بقس. بعض رئيس كطر خارجي زي ما احنا شايفين في في الشكل الاولاني على اليمين. او كطر خارجي برضو تاني اه على شكل استواني اللي هي الصورة رقم اتنين من اه جهة اليمين. وبعدين قياس الاعماق زي ما احنا شايفين الصورة التالتة من اليمين. وبعدين الاقطار الداخلية. ازا انا اقدر بالقدمة ذات الورانية اقيس تلات قياسات. اقطار خارجية اقطار داخلية اعماق. تمام يا شباب? نكمل ونشوف القدمة وازاي القراءات بتاعتها بالتام. لو احنا شفنا في الصورة اللي قدام مننا دي عشان ناخد القراءة بتاعتنا اللي موجودة قدام مني. هل صفر لو انا بعمل او معايرة. هل صفر الورانية مع صفر القدمة? لو احنا شفنا صفر القدمة اللي الماوز بيتحرك عليه اهو ده صفر القدمة دي الشرطة بتاعت. وده صفر الورانية. هل هما منطبقين لو انا بعمل او بعمل معايرة? لا مش منطبقين. اذا انا عندي هنا نسبة خطأ. طيب لو احنا عايزين ناخد القراءة دي. اه اه او انا معاير القدمة زيادة الورانية. وانا استشيء ودي القراءة بتاعتي. فنقدر ناخد القراءة دي? اه نقدر ناخدها. كام? نبص كده ونحاول نقرأ. الشباب تحاول تقرأ معايا وتقول لي القراءة اللي انتم شايفينها كام? هيقول لي ان انا عندي اه هي ما وصلتش الواحد يا بشوهندس. فعلا ما وصلتش الواحد. لكن القراءة دي كام? نقوم نبص على الفكل او الورانية نفسها ونشوف القراءة بتاعتي الشرطة المنطبقة تحت مع فوق. تعالوا نبص كده على تمانية منطبقة لا مش منطبقة. طب تعالوا نشوف سبعة منطبقة. ازا دي كام? القراءة بتاعتي بصوا على سبعة اه هي? طب ستة منطبقة مش منطبقة. طب عشرة منطبقة مش منطب تسعة. طب الدقة بتاعتي هنا كام? حسب الدقة كمان بتاعتي? اللي انا شايفه هنا ان القراءة بتاعتي دي تقريبا سبعة من عشرة من الملي متر. القراءة اللي احنا شايفينها على قراءة القدم اللي قدام مني سبعة من عشرة من الملي متر لو احنا بصينا. هل الواحد منطبق مع شرطة من فوق? مش منطبق. منطبق يعني الخطين تحس ان هم خط واحد. تعالوا نبص على واحد مش منطبق مع اللي قدام منه. لو انت حابب تصور الشاشة اعمل برينت سكرين للشاشة او صور الشاشة اللي قدام منك. وقرب اعمل عملية زوم وشوف القراءة هل الخط رقم واحد على الورانية منطبق مع اي شرطة من المسطرة او القدم الاساسية هتلاقي ان واحد واحد مش منطبق تب اتنين منطبق مش منطبق تلاتة مش منطبق اربعة مش منطبق اربعة على الورانية اللي تحت انا بتكلم على الجزء بتاع الورانية اللي هو ده اللي هو ده اما ده التدريج بتاع القدم نفسها اما ده تدريج الورانية فنبص على اربعة نلاقيه مش منطبق على الشرطة اللي قريبة منه سواء يمين او شمال لتنين مش منطبق معهم طيب خمسة برضو خمسة مش منطبقة مع عشرة ومش منطبقة مع احداشر ستة نفس الشي هنلاقي اني سبعة تقريبا تقريبا سبعة منطبق مع الشرطة اللي فوق اذا القراءة اللي قدام مني على القدمة دي وانا ممكن اجيبها لك فيه التقييم بتاعك لو احنا عاملنها والتقييم لو انا عامل دليل تساؤل فهديك صورة زي دي واقول لك القراءة اللي قدام منك دي كذا وكذا وديك خيارات او اقول لك اكتب القراءة اللي قدام منك اذا القراءة اللي قدام مني دي سبعة من عشرة من الملي متر طب تعالوا نشوف القراءة التانية اللي بعد منها القراءة التانية اللي بعد منها الصورة اللي على اليمين هنلاقي ان العشرين ظهر هي على الفك بتاع القدمة نفسه يبقى دي عشرين طب الشرطة اللي بعد منها كمان الصفر بتاع الورانية عداه يبقى واحد وعشرين. يبقى انا على طول هكتب عفوا. يبقى انا هكتب على طول. لو انا بكتب هكتب واحد وعشرين وبعدين point. او او اا واحد وعشرين اللي هو الرقم الصحيح اللي عندي. يعني عندي واحد وعشرين ملي. طيب كسر الملي كام? كسر الملي هنشوفه على الورانية. تعالوا نبص على الورانية. ونشوف الخط او الشرطة المنطبقة في الورانية على الشرطة المنطبقة مع القدم نفسها تعالوا نشوف الواحد مش منطبق اتنين مش منطبق تلاتة مش منطبق اربعة منطبق يا شباب تقريبا اربعة هو تعالوا نبص على خمسة مش منطبق ستة مش منطبق سبعة تمانية تسعة عشرة اذا الاربعة هي المنطبقة مع اللي فوق اذا القراءة بتاعتي هتكون واحد وعشرين واربعة من عشرة ملي متر. تمام يا شباب? يبقى ده اللي انا هكتبه لوان او ده الرقم اللي انا هنطقه الرقم الصحيح عشان اقرأ الكراءة بتاعتي الصحيح. تعالوا ناخد كمان كراءة وياريت زي ما بقول لكم الفكرة ان احنا صور الشاشة واعمل زوم ان على على القراءة او هتلاقيها موجودة عندك في دليل الطالب وحاول تاخد الكراءة بتاعتك او تتضرب عليها او امسك القدم زيت الورانية في الورشة مع المهندس وحاول تاخد قراءات مختلفة وتتعلم تقيس لان مهارة القياس من المهارات المهمة والاساسية جدا فيه فني صيانة واصلاح السيارات ومعدات تقيل ديزل ومعدات تقيل. شغلنا بيحتاج دقة عالية جدا الواحد من المية من الملي متر بيفرق معاها. طبعا القدمة زيت الورانية مش هي اللي بتحدد معايا الدقة العالية جدا هنخش على الحاجة تانية اللي هي المايكروميتر ولكن مهم برضو انك تقدر تاخد قراءة مصبوطة ما فيهاش نسبة اخطاء على القدمة زيت الورانية. تعالوا نبص على قراءة تانية نشوف القراءة التانية دي لو بصينا الصورة اللي على الشمال اول صورة عندي ممتاز الشباب اللي بدأ ينطق ويقول انا اول رقم هكتبه رقم صحيح هو اربعين ملي متر يبا انا هكتب اربعين ملي متر وبعدين دوت كان بقى تعالوا نشوف احنا نشوف الصفر بتاع الورانية منطبق معا الشيء ما هو ده لو كان اربعين بالزبط اربعين ملي بالزبط كان الصفر بتاع الورانية منطبق مع الاربعين مع شرطة الاربعين فاهمين يا شباب الفكرة في ايه لو انا عندي لو انا عندي لو الصفر بتاع الورانية منطبق الصفر ده بتاع الورانية منطبق مع شرطة الاربعين يبقى ده اربعين ملي متر بالزبط لو الشرطة دي هنا كده مكملة تحت يبقى انا معايا اربعين ملي متر بالزبط لكن هو مش منطبق لا ده هو معدل الاربعين تبقى اربعين وكام تعالوا نشوف الواحد منطبق يعني مش منطبق اتنين مش منطبق تلاتة اربعة نمشي نشوف هنلاقي تقريبا التمانية هي المنطبقة تحس ان هما الاتنين شرطة واحد لا هي التمانية فعلا لو بصينا على التسعة هنحس ان فيها نسبة انحراف في الصورة اللي قدامي الصورة اللي قدامي تقريبا تمانية هي المنطبقة تماما يبقى ده اربعين ملي متر وتمانية من العشرة من الملي متر تمام دي القراءة العشمالية لتنبص عليها ونشوف القراءة دي احنا عملناها ازاي وقرأناها ازاي ده مهم جدا انك تتضرب على المهارة دي مهم مهارة القياس او الميجرمنت دي مهارة مهمة جدا جدا ودي بتفرق بين فني او مهندس في شركة عن مهندس تاني او فني عن فني تاني طيب تعالوا ناخد القراءة اللي على اليمين بتاعة القدمة ذات الورانية فالباشمهندس هيقول لي انا شفت دلوقتي المية معناها ان انا عديت المية وبعدين نشوف مية وكام طب انا هكتب مية لا ده انا مش هكتب مية ده انا هكتب مية وكام مية واحد واثنين وتلاتة هنشوف الصفر عبدال كام اذا تلاتة اربعة وخمسة يبقى ده مية وخمسة وكام بقى يبقى انا بكتب على طول الرقم الصحيح اللي ظاهر قدامي بكتب مية وخمسة مليمتر وي ضوت او علامة كام بقى كامل الكسر اللي بعد مية وخمسة تعالوا نشوف الصفر بتاع الورانية لو هو كان منطبق على الخمسة كان هيبقى مية وخمسة صحيح وخلاص ما عنديش اي قصور او عندي اي جزء من القدمة او من المليمتر طيب نشوف الواحد الواحد مش منطبق اتنين منطبق مش منطبق تلاتة طب اربعة طيب نمشي نشوف ايه اللي منطبق معايا هنا هنلاقي ان اقرب شيء كان منطبق معايا حتى الستة والسبعة والتمانية مش منطبق والتسعة مش منطبق اقرب رقم كان منطبق معايا كان اتنين من عشرة يعني لو احنا بصينا على الصورة تعالوا نشوف تعالوا نبص على العشرة نجيبها من 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 جهة اليمين للشمال هنلاقي ان العشرة مش منطبقة والتسعة مش منطبقة ونمشي نمشي نمشي نلاقي تقريبا تقريبا اللي اتنين هي المنطبقة 105 و 2 من 10 من الملي متر دي الكراءة بتاعتي الصحيحة تقريبا تمام؟ إذن احنا دلوقتي أخدنا أكتر من كراءة للقدمة ذات الورانية ويعرفنا إزاي نقييز بيها تعالوا نكمل كمان صورة تانية ونعرف إزاي نقييز بالقدمة ذات الورانية تعالوا نشوف الصورة اللي قدام مني على الشمال هنلاقيها 40 صحيح رقم 40 مصبوط بس 40 بالزبط؟ لا مش 40 بالزبط كام شرطة بعد الـ 40 عشان نقول دي كام واربعين؟ هنشوف الصفر واقف عند كام يا شباب؟ الصفر أدى 41 42 43 44 45 هو بين الخمسة والستة يبقى 45 من المية 45 من الميت وكام بقى الواحد منطبق مش منطبق الاتنين مش منطبقة ولا التلاتة ولا الاربعة ولا الخمسة 6 تقريبا السبعة هو اللي بالزبط تقريبا هو خطوة تقريبا السبعة تبقى دي 45 الكراءة بتاعت اللي أنا هكتبها هكتب 45 وعلامة 7 من 10 من المية 7 من 10 ملي متر تمام يا شباب؟ دي الكراءة اللي كانت موجودة على الشمال طيب يلا بينا نبص على الكراءة اللي موجودة على اليمين وديني كراءتك واحد هيقول لي شاطر ولماحه وبدأ ياخد باله وبدأ يعرف يعني ايه قياس بقدم ذات الورانية هيقول لي من غير ما نفكر ولا نبص دي تقريبا مش تقريبا ده اكيد 91 ملي متر 91 ملي متر ليه؟ هنلاقي ان الصفر بتاع الورانية منطبق تماما مع ال91 على التدريج بتاع القدم اذا القراءة بتاعتي الصحيحة في الحالة دي هي 91 لو بصيت على اللي تحت هنلاقي ما فيش ولا خط منطبق مع اللي فوق ولا خط منطبق لكن هو الصفر الرقم الوحيد المنطبق مع ال91 اذا في الحالة دي الكراءة بتاعتي 91 ملي متر صحيح طيب تعالوا نكمل ونعرف مكونات القدمة ذات الورانية الرقمية بقى انا عندي قدمة عادية زي اللي احنا شفناها في ايدينا من شوية وعندي قدمة الكترونية او ديجيتال او اللي هي بتظهر الرقم لوحدها بيقول لي المكونات بتاعتي اول حاجة المصطرة ويبتتحرك عليها المنزلقة الالكترونية وتنتهي بالفك الثابت المتعامد عليها وهنشوف سرطها دلوقتي حالة الفك الثابت ويستخدم مع الفك المتحرك لقياس الابعاد والاقطار الخارجي ما عليش في بعض الاخطاء في الكتابة فسامحونا الفك الثابت وقلنا يستخدم مع الفك المتحرك لقياس الابعاد والاقطار الخارجي الفك المتحرك مسبت بالمنزلقة الالكترونية ومتعامد مع المصطرة هنشوف الصورة بتاعته دلوقتي بس عشان نكون عارفين الأجزاء والمكونات بتاع القدمة بعدين حد القياس الثابت ويوجد بالمصطرة بأعلى الفك الثابت ويستخدم مع حد القياس المتحرك لقياس الأبعاد والأقطار الداخلية وبعدين حد القياس المتحرك برضو قلنا أنه يوجد بالمنزلقة بأعلى الفك المتحرك ويستخدم في حد القياس السابت للأبعاد الخارجية والداخلية وبعدين الصاق مسبت بالمنزلقة والمنزلقة الإلكترونية مسبتة بها شاشة تشبه إلى حد كبير شاشة اليد الرقمية شاشة اليد الرقمية وتحمل دائرة وترانزيستور صغيرة صغيرة الحجم تعمل بالبطاقة الكهربائية المخزنة داخلها عن طريق بطارية صغيرة بتديها تقريبا 155 فولت طيب عايزين نشوف وبعدين عندي زر اختيار أنظمة القياس وعندي زر الزيرو لو أنا هصفر أو هعمل كالبريشن أو هعمل معايرة للقدمة وبعدين مصمار التثبيت تقريبا 10 أجزاء للقدمة ذات الورانية واللي هي الديجيتال أو الرقمية تعالوا نشوف آآ شكلها ده شكل القدمة ذات الورانية الديجيتال أو الالكترونية زي ما احنا شايفين برضو أنا عندي فك فك للأقطار الخارجية وفك للأقطار الداخلية وبرضو عندي لسان قياس الأعماق والورانية بتاعتي هنا القدمة ورانية للألكترونية مع لهاش تدريج خالص والتدريج اللي موجود موجود على القدمة نفسه لكن القراءة اللي بتظهر قدامي بتظهر على الشاشة بتاع القدمة الالكترونية أو الورانية الالكترونية وعندي مصمار أو مفتاح أو زر اللي هو تسفير الجهاز اللي هو بيصفر لو أنا بعمل معايرة فبيصفر الجهاز تاني زي الميزان الديجيتال اللي موجود عندك في البيت عشان ناخد وزن نقيس وزننا أو نقدر الوزن بتاعنا نقدر نصفره ونجيبه على الزيرو من جديد ده نفس الشيء وبرضو عندي مصمار تثبيت الورانية زي ما احنا شايفين نفس كل شيء اللهم ان الفرق بينهم هنا القراءة هنا الكترونية حضرتك مش هتتعب نفسك في اي شيء غير انك تاخد القراءة اللي موجودة قدام منك يعني دي مثلا القراءة اللي موجودة قدامي تقريبا تلاتة وخمسين واثنين من عشرة ولو كانت النقطة بعد الخمسة هتبقى خمسة ملي متر واثنين وتلاتين من مية من الملي متر اذا دي القدمة ذات الورانية انا عندي قدمة ذات ورانية عادية وعندي قدمة ذات ورانية الكترونية قدمة ذات الورانية العادية اللي هي زي اللي معانا دي بالزبط ودي بنسميها الورانية وبيكون عليها تدريج علشان ناخد منها الجزء من الملي متر يعني لو انا وحسب الضقة بتاعتها لو كانت واحدة على عشرة واحدة على عشرين واحدة على خمسين فحسب الضقة بتاعتها بيبقى مكتوب عليها كمان الضقة بتاعتها هنا فالورانية بيكون عليها تدريج اما القدمة نفسها بيكون عليها تدريج فاحنا بنشوف الرقم الصحيح هنا على القدمة ده الاساس وبعدين اخذ علامة يعني القراءة بتاعتي لما تظهر معايا هنا بعد الصفر يعني كل الارقام اللي قبل الصفر جهة اليمين بالنسبة لي كده ده رقم باخده رقم صحيح بكتب مثلا خمسة واربعين وبعدين اعمل علامة الجزء من الملي بقى هاخده منين هاخده من الورانية نفسها من خلال تطابق الخطين مع بعض الشرطة اللي تظهر معايا منطبقة تماما مع شرطة القدمة نفسها دي القدمة نفسها او ده التدريج نفسه هنا في تدريج على الورانية وطبعا التدريجين بيكونوا موجودين عندي هنا بيكون بالسنتيمتر او بالبوصة لكن احنا بنشتغل في الغالب بالملي متر بالنسبة لنا احنا بنشتغل بالملي متر فبيتقسم الملي متر او النظام السنتيمتر والملي متر مش بنشتغل بالبوصة فهنا الورانية بيكون عليها شرط بحسب الدقة بتاعة القدمة نفسها بنشوف الشرطة المنطبقة تماما بتاعة الورانية مع القدمة نفسها يبقى ده الجزء من الملي متر ده شكل القدمة قلنا ده الفك اللي بيقيس الاكتار الداخلية ولو احنا خدنا جزء اللبيسة زي ده كده فاحنا بندخل اللبيسة بندخل الفكين جوه اللبيسة عشان نقيس القدمة نقيس القطر الداخلي للبسة لو انا عايزة اقيس القطر الخارجي فانا بحط الالم بالشكل اللي احنا شايفينه ده اذا انا قست القطر الداخلي والقطر الداخلي للبسة واقست القطر الخارجي للقلم نفسه طبعا انا عايزة اقيس العمق بتاع اللبيسة فانا باخد ده وبعدين ابدأ اطلع او ادخل لسان القدم نفسه جوه اللبيسة بالشكل ده. وابدأ اخذ القراءة بتاعته. هو الداني. الطول ده. ده طول اللبيسة من الداخل. او العمق بتاع لباسة الالم من الداخل. ده العمق. طبعا انا هاخد القراءة منين? هاخد القراءة من هنا. بعض يعني عشان الطلاب بتوعنا ما يخطأوش. انت ملكش علاقة بالجزء ده. هي القراءة هتقراها هنا. لكن لما بنيجي نحط نقيس الاعماق لازم الشغلة بتاعتك تحتك بنهاية او القعدة بتاع القدم نفسها هنا بالشكل ده كم? عشان ناخد القراءة بتاعتنا صحيح. تمام? فنبدأ ناخد القراءة بتاعتنا. فانا خلاص عرفت ان ده اه طول او العمق بتاع اللبيسة بابدأ ابص على القدمة بتاعتي واخد القراءة بتاعتي. ده بالنسبة للقدمة ذات الورانية العادية. القدمة ذات الورانية الالكترونية كل التغيير فيها ان انا عندي هنا شاشة ديجيتال وهي بتاخد بتديني القراءة بتاعتها اوتوماتيك. انا مش بتعب نفسي في حاجة انا كل اللي هعمله ان انا هنقل الرقم اللي موجود معايا هنا في الورقة بتاعتي او اعرف القراءة بتاعتي لو انا هاخد هابدأ اقارن من خلال كتالوج سيارة عشان اخد قراءة معينة. بعد ما خلصت بالقدمة ذات الورانية احنا عرفنا طبعا لازم نحافظ عليها وننضافها بعد كده نحطها في الجراب بتاعها ونرجعها للمكان المخصص لها في الورشة بتاعتي. بعد كده هندخل على جهاز تاني خالص وهو المايكروميتر. وعرفنا طبعا ان دقة القدمة ذات الورانية بتصل الى واحد على خمسين وبعض القدمات بيعملوها واحد عالمية. يعني وصلت لي المايكروميتر. دقة المايكروميتر برضو بتكون واحد عالمية من الملي متر. ولكن اه اه في فرق بين المايكروميتر والقدمة ذات الورانية في الدقة بتاعتي. كمان المايكروميتر هو بيقيس حاجة واحدة بس. يعني مايكروميتر للاكتار الخارجية يبقى هو بيقيس الاكتار الخارجية بس. بيقيس الاكتار الداخلية يبقى مايكروميتر للاكتار الداخلية بس. للأعماق فهنا ما اقدرش اعمل كل حاجة من خلال يعني ما اقدرش اعمل مايكروميتر ازاي القدمة ذات الورانية. يعني ما اقدرش ايز به اكتار داخلية وخارجية واعمق. ما اقدرش. لكن القدمة هي اللي تقدر تعمل كده. اما المايكروميتر بيكون اه اه المايكروميتر بيكون اه لحاجة مخصص لشيء واحد فقط. تمام? ازا احنا في الحلقة دي خلصنا او اتكلمنا عن القدمة ذات الورانية واتدربنا ازاي نقيز بقدمة ذات ورانية بشكل صحيح. وياريت نتدرب كتير. مش معنى ان انت مسكت القدمة مرة واحدة مع المهندس وخدت القراءة فانت كده بقيت جدير في مهارة اه القياس. لا جرب تاني وتالت ورابع حتى لو انت تقيمت في المخرج ده جرب تاني لان بيفرق فني عن فني في القياسات بتاعته ودقة القياس بتاعته ونسبة الاخطاء في القياس. فكون حريص انك تكون ملم وماسك المهارة دي وجدير في المهارة دي بشكل كويس جدا. علشان تقدر تنافس في سوء العمل او لو انت حابب ان شاء الله تكمل كليتك برضو تكون عارف يعني ايه دقة وازاي تقيس ده بيفرق معاك لما ربنا يوفقك ويكرمك وتدخل كلية تانية. ان شاء الله بعد الدبلوم الفن بتاعك. اه يا رب في نهاية الحلقة اكون قدرت اوصل معلومة. ولو بسيطة بشكل سلس وسهل لعملية القياس. وان شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ نتكلم عن المايكروميتر وجايبين كمان معنا مايكروميتر عشان نعمل عملية القياس. ونقرأ على المايكروميتر بنفسنا ونلاقي ان الموضوع سهل وبسيط جدا مع انك في الاول ما كنتش عارف تاخد قراءة المايكروميتر. اه نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة. اه دمتم في امان الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.